السلام عليكم كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير جيت اليوم باش نوضح لكم بالنسبة للوطائق ديال تسجيل لان شفت بليش حل من واحد مازال مفهمش شنو المطلوب بالطبط دونك باش نقول لكم ان ما خاصكم شعقدوا الامور بززاف الوطائق قرابساطين رأس سهلين وفي المتناول غير سمعوني مزيان وركزوا معايا دونك بالنسبة للناس اللي مهتمين بتفيع الهد اللي في باعث لهاد المعهد ديال تكوين المهني في الميدان الصحي هاد المعهد بينسو هو معهد ديال الدولة بالنسبة للوطائق فكينجوج ديال احتمالات انتو ما عندكم الحق تدفعوا التخصص واحد يعني السلك واحد دونك يعني غات اختاروا اللي عنده الباكرة ممكن يدفعي اما التخصص اللي كيطلب التاسعة اما التخصص اللي كيطلب الباك هادش ما يعنيش انك اللي عندك الباك فانتا عندك الاسباقية ولا عندك زعمة واحد المتياز بالنسبة للسلك التأهيل بالعكس هما طالبين لكم واحد الوطائق انتو ما خاسكم تدفعوا بدك الوطائق اللي مطلوبين بغيتي تدفع لتخصص ديال التاسعة وانتا عندك لباك ماشي مشكي ولكن غاتدفع بالوطائق ديال التاسعة داكو لكن اللي مطلوب منكم اللي مطلوب منكم هو انكم اللي لا بغيين تدفعوا لسلك التقني فسلك تقني يعني خاصك بالنبو باك فاش كنقوله النبو باك يعني خاصك تكون قريتي السنة كاملة إليك انتي غاد تفعل سلك تقني يعك فخاصك نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية نسخة ما قالوش لغاليزي لك احنا منعقدش الأمور شنو طالبين منا نسخة من البطاقة الوطنية يعني نقدر أنا غير نصورها لأنه غير نسكاني الدوسي دون نقدر غير نصور لكارت نسيونال ديالتي الحاجة الثانية هالولا لكارت نسيونال ثاني حاجة شهادة مدرسية سمعوا معايا شهادة مدرسية تثبيته مستوى أدنى السنة الختامية بكاملها يعني شهادة مدرسية كتبت أنني على الأقل قريت ديالعام ديالباك كامل هذي بالنسبة للتعليم العمومي دونك بالنسبة للتعليم العمومي فغادي نمشي فين غادي نمشي لليسي فين قريت وغا ناخد الشهادة المدرسية داكو بالنسبة لللي قرأ في البريفي اللي قرأ في البريفي هو اللي خاصه ياخد هذيك الشهادة من الأكاديمية الجهوية يعني ما غايمشيش الليسي غايمشي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو للمديرية الإقليمية اللي يتابع لها هذك المترش داكو بالنسبة اللي عنده ديبلوم ديال تأهيل المهاني فيقدر يدفع به دونك هذي الوثيقة الثانية اللي انتم محتاجينها مكين لا ليجاليزازيون للتحاجة شهادة مدرسية غا تاخدها من الليسي ديالك اللي قرأ في الدولة والأقرأ في البريفي غا تمشي للأكاديمية الجهوية التربية والتكوين داكو ثالثة وثيقة هي كشف النقط للسنة الختامية من سيكر باك كشف النقط ديال الباك ديال دوز يماني باكالوريا هذي الكشف ديال النقط ضروري ما خاصتك تاخدهم الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين أو للمديرية الإقليمية اللي يتابع لها المترشح ولا اللي عيدفع بشهادة التأهيل المهاني غا يعطيهم بيان النقط ولا كشف النقط ديال التأهيل المهاني دونك من هات الشي هذا ها ثلاثة ديالوثائق اللي مطلوبين إلا كنتي بغي تفعل شو عبد النقل والإسعاف الصحي غي خصك تطور حتى رخصة ديال سياقة سياقة السيارة إما من نوع باء ولا سين ولكن يكن رجعو نشوفو را طربي منكم ثلاثة دلوثائق نعاودهم باش ما جيوش تقولولي را أفغامو نشوفو أنا ذاك الرقام اللي حطاه را ربي اللي عالم را لاحسن العوان را كيوصلوني كتر ما ما نقول لكمش لعدد المساج اللي كيوصلوا في النهار وهذاك الرقم را ماشي بوحدي فيه را حطينو على ود البخي بغاسيون الكنكور دونك المسألة اللي كنقدر نوضحها هنا را نيكن نوضحها هنا ثلاثة دلوثائق اللا كارت ناسيونال شا هادا مدرسية أصلية كتبت أنك قرأتي الباك يا إما غا تاخدها من الليسي ولا غا تاخدها يعني من الأكاديمية جهوية التربية والتكوين والكشف النقط عا تاخدهم الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين داكوخ بالنسبة سلك التأهيل سلك التأهيل عاو تاني نفس الشيء سلك التأهيل نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف داكوخ تاني حاجة هادا مدرسية كتبت أنا قرأتي السنة التالية من سلك إعدادي كامل غا تاخدها إما من الإعدادي إيلا كنت يحبستي القرأة حتى الإعدادي ولا غا تاخدها من التاناوي فين قريت أتاخدها من وحدة فيهم الحساب شنو غا يديره معكم همو الإدارة وشي قدروا يعطوها لكم من الإعدادي ولا تاخدوها من التاناوية مشي مشكل إلا كنت قرأتي في البريفي غا يخصتك تاخدها من الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين ولا إلا عندك ديبلوم تخصص مهاني ديبلوم تخصص مهاني ممكن تفابه بالنسبة لكشف النقط فالنفس الشيء عو تاني غير هنا الكشف النقط كتاخدو عو تاني من الإعدادية ما كتاخدوش من الأكاديمية كتاخدو من الإعدادية فين قريتي كنتي غا تدفع بديبلوم تخصص مهاني غا تدفع بديبلوم تخصص مهاني دونك هات شي اللي كان هات شي كامل خاسكم تدفعوه قبل من 21 نوان بير يعني قبل من 21 نوان بير تقريبا نبع مازالة 11 والدوسية كيفاش كتجمعوه وكتدفعوه راني ديجا حاطة فيديو كيفاش تقدو البدائف ديالكم حيث كتلبو منكم تدفعو ديك شي بدائف راني حاطة فيديو شرحت فيه كيفاش تصاوبوا بادائف من تصاور ترجعوا بادائف وحاطة فيديو في هالشرح كيفاش أنكم تسجلون لأنه سيتم تبدل فيه وان دونك الطريقة ديال تجير راني حتى هي حاطها دونك الأمور كاملة راني حاطها هنا هنخلي لكم الروابط ديال هادوكلي فيديو في صندق الوصف باش أنكم تدخلو تستبدو منهم تهوما والفيديو اللي جاي إن شاء الله الفيديو اللي جاي غانحاه ونشرح لكم كل تخصص المهام دياله إن شاء الله الله يستر لكم الأمور والله يوفقكم جميع إن شاء الله